بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة إليكم هذه اللمحة أو اللطيفة البلاغية لأن القرآن كلام دقيق جدا أيها الأحبة كل كلمة موجودة في المكان الدقيق والصحيح يعني لا يستطيع أحد من بلغاء العرب أو فصحائهم أو دبائهم أن يبدل كلمة مكان كلمة أو ينزع كلمة أو يضيف كلمة سيختل المعنى أحبة في الله اليوم أتأمل معكم قول سيدنا إبراهيم نحن قلنا إن إبراهيم عليه السلام كان يلجأ إلى الله أثناء المرض يقول وإذا مردته فهو يشفين وإذا مردته فهو يشفين سبحانه وتعالى فكان ينسب الشفاء لله عز وجل وليس للأطباء أو البشر أو الأدوية أو الشركات الأدوية لا الشفاء هو تماما بيد الله تعالى الذي خلق هذا الإنسان هو القادر على شفائه ولكن الله يهيئ لك أسباب الشفاء يهيئ لك قد يكون سبب الشفاء دواء قد يكون معلومة قد يكون آية قرآنية تقرؤها قد يكون سبب مجهول هناك كثير من حالات الشفاء مجهولة السبب تحدث وتحير الأطباء لماذا حدث هذا؟ حالات سرطان شفيت من دون أي علاج ولكن بنسبة نادرة يتساءل كثير من الأطباء ما الذي يحدث لا يعلمون تبقى ظواهر محيرة ولكن أيها الأحبة أنا الناحية البلاغية التي أود أن نستفيد منها اليوم أن سيدنا إبراهيم ماذا قال دقيقوا معي الذي خلقني فهو يهدين فهو تأكيد لأن الملحد قد يقول أنا لست بحاجة للإله لأهتدي أنا أهتدي أستخدم عقل عقلي يهديني النظم العلمانية تهديني أقوال الحكماء والأدباء تهديني إلى آخره فلا يعترف لذلك هنا أكد قال فهو يهدين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين الملحد قد يقول نحن لسنا بحاجة لله نستطيع أن نقوم بأمطار اصطناعية نستطيع أن نقول حتى نقوم بالاستغناء حتى عن بعض النباتات نستطيع أن نصنع الأغذية استطيعنا أن نصنع لحم هناك لحم مصنع ولكن يستخدمون مواد نباتية بالأساس يعني يعني يستخدمون أشياء خلقها الله ولكن يدعون أن الله ليس له علاقة بالطعام والشراب والكائنات كله كله يردونه إلى التطور والطبيعة لذلك هنا سيدنا إبراهيم ماذا قال والذي هو يطعمني ويسقين طبعا سنكتشف لمحة بلاغية مهمة بعد قليل أيها الأحبة وإذا مردت فهو يشفين فهو تأكيد الملحد يقول أنا لست بحاجة للإله ليشفيني أنا لدي الطب الحديث لدي العمليات الجراحية لدي المشافي لدي الأجهزة الطبية لدي الأدوية لست بحاجة لله لذلك أكد أن بكلمة هو نحن هنا نتعامل مع كلمة هو الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مردت فهو يشفيني ولكن بعد ذلك ماذا قال لم يقل والذي هو يميتني ويحين قال والذي يميتني ثم يحيني دقيقوا أيها الأحبة لماذا لم يستخدم كلمة هو معنا أن السياق كله هو 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 إلا في هذا الموضع لماذا أيها الأحبة لا يستطيع أحد من الملحدين أن يدعي أنه سيعيش للأبد سيخلد في هذه الدنيا يجب أن يموت وسبب الموت مجهولا ولا يستطيع أن يقول إن الله لا يستطيع أن يميت البشر لذلك هنا ليس هناك حاجة للتأكيد أن الله هو الذي يميتني ليس هناك أي حاجة ليؤكد لقومه أن الله هو لأنهم خاضعون للموت شاءوا أم أبوا سبحان الله لذلك قال والذي يميتني ثم يحين سبحان الله يعني هنا هل يستطيع أحد أيها الأحبة أن يدعي قدرته على الموت أو الإحياء لا يستطيع يعني مثلا إذا قلنا إن هناك ملحد يدعي أن القوانين العلمانية وعقله يهديها ذوارد يستطيع أن يقول إن الطبيعة هي التي طورت الكائنات والنباتات والطعام والشراب كذا ولا حاجة لوجود الله هذا يقوله الملحدون يقولون نحن استطعنا أن نطور أدوية وعلاجات وكذا للشفاء فلسنا بحاجة للإله هذا يقولونه ولكن هل يستطيع أحد أن يقول أنا أحي وأميت لا يستطيع لذلك هنا سيدنا إبراهيم لم يقل وهو الذي يميتني ثم يحين قال والذي يميتني ثم يحين سبحان الله يعني انظروا أيها الأحبة دقة كلمات القرآن نحن الآن نتحدث عن أربع آيات فقط نص من أربع آيات واخترنا كلمة واحدة تصور حجم الإعجاز في ستة آلاف ومائتين وستة وثلاثين آية إعجاز كبير جدا لا يمكن وصفه أيها الأحبة والله إن هذا الإعجاز لا يشهد على أن هذا الكلام هو كلام الله الحق الذي قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر